في عدد من المعدات والقوات الأمريكية وصلت لإحدى القواعد الجوية المصرية في تدريبات النجم الساطع 2018 أو اللي هي معروفة باسم برايت ستار دي من المقرر أنها حتتنفذ في الفترة ما بين 28 سبتمبر 2018 في قاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات البحرية المشتركة في نطاق البحر الأبيض المتوسط حيانو فيه في التدريب ده عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة لمصر والأمريكا واليونان والأردن وبريطانيا والسعودية والإمارات وإيطاليا وفرنسا والدعوة كمان وجهت لعدة دول المشاركة بصفة مراقب في هذا التدريب من بينها لبنان، رواندا، العراق، باكستان، الهند، كينيا، تنزانيا، أغاندا، الكونغو، تشاد، جيبوتي، مالي، جنوب أفريقيا، النايجر والسنغال وكندا والتدريبات البرايت ستار بتهدف لتبادل الخبرات وتنصيق العمل بين القوات المشتركة من الدول الشقيقة والصديقة خطة التدريب بقى بيبقى فيها طبعا محضرات نظرية، فيها تدريبات عملية لقوات الدول المشتركة، فيها تنفيذ لمشروع مراكز قيادة مشترك بيبقى فيه إجراءات تحضير وتنظيم للمعركة، إزاي نعمل أعمال قيادة، إزاي نعمل سيطرة، مكافحة أسلحة الدمار الشامل، إزاي نتبادل المعلومات إزاي نتدرب على أعمال القتال في المدن، إزاي نقضي على البقر الإرهابية، كل دي بتبقى فيه إطار خطة التدريبات المشتركة إزاي نعمل